هل ريال مدريد كان يقدر يفتح المساحات ولا لا؟ وهل كان يقدر يلعب بطريقة غير كده ولا لا؟ وبنبنيها على موتش قبل كده الباريس أكيد أنشلوت يتفرج عليه تعال نبص على الحالات ونشوف هل ريال مدريد اختار الاستراتيجية الأنسب ولا كان ممكن يفتح الملعب ويعمل ميت بلوك أو هاي برس هتشوف في الحالات هنا لما نعرضها أن ريال مدريد جاهزة معنا يا جماعة الحالات؟ الحالات هتبقى جاهزة أنا أريد أن أتكلم بس في النقطة دي على حالة مهمة جداً دعني نبص هنا، ماشي دي حالة أولاً كانت في الناحية الهجومية بتاعت ريال مدريد المهمة أنها تقطعت وتردت لمسي ريال مدريد هنا كريم، بص كم واحد فوق الكرة تبتتكلم، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أكتر من سبعة، ثماني العيبة فوق الكرة ولكن دي في حالة مانشستر سيتي دعني نتكلم على حالة مانشستر سيتي، وبعد نرجع للمدريد الكرة دي تكررت هي هي مبارح هي هي مبارح، مانشستر سيتي بيلعب دفاع هاي بريس والكرة بترجع لمسي على الجنح اليمين، كمل اللقطة اللي بعدها مسي بيقدر أنه هو يعمل بنتريشنز بتاعته حكيمي بيطلع له وبعدين بيدخل في عمق الملعب، كل دليل لأن مانشستر سيتي زايدة وعملة هاي بريس وضغط عالي بيقدر أنه هو يدخل في عمق الملعب، كامل الصورة اللي بعدها بيسندها الكيليان انبابي كيليان انبابي بيرايح حاله، بيرجعها للمسي جون تاني لباريس في مانشستر سيتي هل كان ريال مادريد يقدر يعمل كده مع باريس سان جيرمان؟ ما كانش يقدر يعمل كده نفس اللقطة دي لو كن، لو عرفنا نعرض الحالة اللي حصلت مبارح، هي هي بالضبط نفس الحالة دي مسي قطع الكرة في نفس المكان، عمل بنتريشن ودريبل في نفس المكان في الاريا بتاعته، اللي هو بيحبها على الناحية اليمين، ها دي اللقطة، نعرضها بسرعة الكرة دي في حيازة لوكا مودرش اللقطة اللي بعدها لوكا مودرش، كروز بيشاور له إلعابها الماندي، هو اختار إلعابها الكارفاخال كارفاخال سنة ده كويس، أول ماركو أسانسيو، اللي مش أوفصايد لأن حكيمي تحت هم غطي قرارات فردية خاطئة بتبوض استراتيجية اللعب، كامل كين روح لأسانسيو، أسانسيو بيلف ضيع الكرة اللي بعدها أسانسيو بيدخل لأمك الملعب بيعملها طويلة الماندي، اللي بعدها الكرة هنا فينيشيوس بيديها الماندي قرار خاطئ، ماندي بيدغط عليه كامل اللي بعدها بسرعة بالضبط، هذه اللقطة اللي بتكلم عليها، ميسي بيقطع الكرة من ميسي في نفس المكان اللي قطعها في ماتش باريس بيسند على الحكيمي اللي بعدها ميسي بياخد الكرة، اللي بعدها كمان بيعدي من واحد واثنين وثلاثة بمهارة ليون الميسي الخارقة، سواء في برشونة أو باريس سان جيرمان بيطلعها الحكيمي واحد على واحد مع كاسيميرو لولا إن ده كاسيميرو مش أي واحد تاني، حكيمي كان عد منه وبقى واحد سفر لباريس سان جيرمان لكن في اللقطة اللي بعدها كاسيميرو قدر أنه يعمل تاكلينج ويطلع الكرة، نفس اللقطة دي اللي حصلت في ماتش سيتي اشتركوا في القناة